مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في الإجازة الصحفية اليومي المقادم باللغة العربية حول آخر التطورات في حربنا على حماس معكم مفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي يصادف اليوم السادس والستين للحرب العادلة والمشروع على حماس الإرهابية أبرز التطورات الأخيرة هي استسلام العشرات من إرهابي حماس مما يشكل دليلاً على بدء انهيار حماس عسكرياً الإرهابيون يقتلون لوحدهم بدون أوامر وبدون أن يعلموا أين يتواجد قداتهم الذين يقتلون واحداً تلو الآخر لذا ندعو إرهابي حماس إلى الاستسلام لا فائدة لكم من مواصلة القتال واضح تماماً لجميع الغازيين لهولاء الذين ينتمون لحماس وللمدنيين أن يحسس سنوار دمر غزة فلماذا عليهم أن يموتوا من أجله قرار سنوار ارتكاب المجازر بحقبنا شعبنا في السابع من أكتوبر وشن حرب شاملة على إسرائيل أيقظ الأسد الإسرائيلي أرادنا أن نعيش بسلام ولكن السنوار اختار مرة أخرى الحرب والآن هو يدفع ثمن ربيو حماس الذين يريدون أن يعودوا إلى عائلتهم عليهم الاستسلام فوراً لماذا تموتون من أجل السنوار الذي يختب في الانفاق بينما أنتم تخسرون كل شيء وعائلتكم أصبحت نازحة وفعلاً العشرات من الرهبي حماس أدركوا ذلك وألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم لجنودنا إنهم سيراون عائلتهم مرة أخرى ومن يريد أن يستمر في القتال فمصيره واحد ومعروف هكذا تم قتل القائد الجديد لكاتبة الشجعية تابعة لحماس بعد أن تم قتل سبيقه قبل أسبوع فقط قتل القادة الميدانيين لحماس يقالس قدرتها على القتال بشكل منظم وفعال نرى بداية نهاية حماس قواتنا تتقدم في كل المناطق بقطاع غزة مع تركيز على منطقتين الشجعية وجباليا وتقتل الكثير من الإرهابيين وتدمر بنا حماس التحتياء الإرهابية وفي تتاور مهم قال يوسف المنسي وزير الاتصالات والإسكان السابق في حكومة حماس بغزة المتقل الآن في إسرائيل إن يحسن وار هو المسؤول عن المصائب التي حلت بسكان قتال غزة عندما قرر ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا في السابع من أكتوبر أثناء التحقيق معه في إسرائيل وتم ترويج الفيديو ليلة أمس قال المنسي إن كثيرين في قيادة حماس وفي صفوف المواطنين بقطاع غزة يريدون تخلص من السنوار الذي اتدمر غزة وعادها 200 سنة إلى الوراء إنه قال لا أحد في غزة يحب السنوار أو يدعمه هناك من يصالي الليل وانهار كي الله يخلصنا منه إنه قال أيضا إن المجازر التي ارتكبتها حماس تخالف الإسلام وإن أشياء الوحيدة الذي حققته حماس هو التدمير غزة كما دع المنسي الغزيين إلى مقاومة السنوار لكي يتسنى عمار غزة من جديد ما قاله المنسي مشابه تماما لما نسمعه منذ الصباح من الغزيين أنفسهم الذين يلومون حماس بكل مصائبهم وأود أن أذكر لو لم تشن حماس الهجوم الوحشي في السابق من أكتوبر لما حدث ما حدث اليوم يفكر كل غزي ما أجمل كانت الحياة قبل السابق من أكتوبر وما أكبر المعاناة جراء قرار حماس بشأن حرب على إسرائيل ولكن لا يزال هناك أمل بعد الحرب بعد القداء على حماس كليا سيتغير الواقع في قطاع غزة ستكون هناك فرصة لعادة العمار وللابتعاد عن العنف والإرهاب لذين دمرا غزة منذ أقود غزة تستطيع أن تصبح وجهة سياحية دولية بفضل شواتيها الجميلة ولكن يمكن تحقيق ذلك فقط بعد استئصال التنظيمات الإرهابية منها لا أحد سيبني فنادق في منطقة حرب لا أحد سيبني من جديد منطقة يسيطر عليها تنظيم إرهابي يتعتش للحرب مرة تلو الأخرى إذن القضاء على حماس يصوب أيضا في مصلحة الغزيين أنفسهم أما السعيد الدولي فدعم العسكري وديبلوماسي الأمريكي لإسرائيل مستمر شحنة ذخير وأسلحة أمريكية تصل إلى إسرائيل باستمرار نثام ذلك ونثام الدعم السياسي الأمريكي لنا في هذه الحرب على الإرهاب الحمسوي وأيضا على السعيد الدولي فحدث الرئيس الوزراء نتنياو أمس مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب ضد حماس والوضع في المنطقة وعبر رئيس الوزراء عن استيائه من المواقف الروسية المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية كما وعبر رئيس الوزراء نتنياو عن انتقاده الحد لتعاون الخطير القائم بين روسيا وإيران وأكد الرئيس الوزراء على حقيقة أن كل دولة كانت ستتعرض لهجمة إرهابية باشعة من قبيل الهجمة التي تعرضت لها إسرائيل لم تكن ستتصرف بقوة تقول عن القوة التي تتصرف بها إسرائيل وبالنسبة لإيران أجهزة الأمن القبرصية أحبطت بتعاون مع جهاز الموساد خلية إيرانية خططت لارتكاب عمليات إرهابية بحق أداف إسرائيلية ويهودية في قبرص بفضل الاتقال الخلية من قبل أجهزة الأمن القبرصية تام الحصول على معلومات كثيرة أدت إلى الكاشف عن أسماء الإرهابيين وعن أسليب عملهم وعن أهداف العملية الإرهابية وتخطيط الإيراني لقتل الأبرياء في قبرص وفي غيرها من الدول منذ الهجمة الإرهابية الدموية التي ارتكبتها حماس في السابق من أكتوبر وسعى نظام الإيراني مجهوده إرامي إلى تنفيذ عمليات إرهابية في كل أنحاء العالم وعليه تستمر إسرائيل في العمل دون كلل وبالشاتى السبل من أجل إحباط التهديدات الإرهابية الصادرة عن إيران وأتباعها ودفاع عن مواطنيها وأبناء شعب اليهودي في كل أنحاء العالم في الختام هذه الحرب ستستمر حتى أن يتم تحقيق جميع أدافها تدميرها مسكوليا والإفراج عن جميع المختطفين والضمان بأن غازة لن تشكل أبدا أي تهديد علينا انتهى الجهاز الإجازي اليومي شكرا لكم على حسن المطابعة وللقاء غدا في إجازة جديدة